احنا بظهركم عبارة مبهمة تغزو شوارع بغداد فما قصتها؟ هكذا ضجت منصات التواصل الاجتماعي بالتساؤل حول تلك العبارة ليتبين أنها مرتبطة بحملة للأمن الوطني لحماية النساء من الابتزاز حيث أطلق الجهاز أوسع حملة توعوية تحت عنوان احنا بظهركم للوقاية من الابتزاز مستهدفة فئة طالبات الثانوية والإعدادية لتحصين أنفسهن وهواتفهن ومواقعهن على منصات التواصل وآلية الدفاع عن أنفسهن في حال التعرض للخطر فضلا عن توجيههن للتعامل مع المبتز بالطرق القانونية الصارمة ولا يزال العنف ضد المرأة يسجل مستويات مرتفعة في العراق يتقدمها العنف الأسري كما سجل ارتفاعا موازن بمستوى حالات الابتزاز الإلكتروني الذي يدفع بالكثير من الفتيات إما إلى الانتحار أو إلى مواجهة مصير القتل على يد ذويهن وشهد العام الماضي تسجيل رقم كبير من حالات الابتزاز حيث كشفت وزارة الداخلية عن توثيق 9384 حالة دعم مجتمعي لضحايا الابتزاز الإلكتروني ويؤكد قانونيون أهمية وضع قوانين خاصة للتعامل مع جريمة الابتزاز مشيرين إلى أن عدم وجود قانون خاص للجرائم الإلكترونية أمر خطير للغاية إذ أن التعامل مع المجرمين بقانون العقوبات يفتح الباب للتطبيق مواد قانونية مختلفة قد لا تتناسب مع حجم الضرر المرتكب وهو ما قد يخفف العقوبات على المجرمين أحياناً